اشتركوا في القناة بيكينباودر وفانيليا نص كباية جوز هند عندنا كباية لربع زيت كباية لربع سكر كباية زبادي او لبن رايب الموجود والمتاح عندك عندنا كباية سميت وكباية دقيقة اول حاجة هنعمل ايه هننزل بالبيت لو عندك مضرب كهرباء تشغيل ما عندكش تشتغل كده باليادة وعادي وبعدين هننزل بالفانيليا نضرب البيت كويس المواد السقلة كلها مع بعض والجفة كلها مع بعض هنبتدى نضرب كله كلها مع بعضين وبعدين هننزل بالزيت نضرب كويس فهننزل باللبن او الزلاد اللي متاح عندنا كباية كاملة ونضرب كويس وبعدين هنضرب الدقيق على السميد على السكر والبودر هنت والبيكن بودر ضفنا كل المكونات الجفة وبعدين ننزل شوية شوية ننزل اشتركوا في القناة الكمية مزبوطة معانا والتنعيم هنكون مجاهزين الصينية مدهونة زي كده ورشنا بشوية سميت كده في الصينية وبعدين بنصب الخليط بنكون مجاهزين الفرن بنقبلها بشوية على درجة 180 وبنبتدي ان احنا ندخلها الفرن لمدة نص ساعة وبعد ما تطلع ان شاء الله هنشوفها شكلها عمر ازاي وده شكل الروان بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن هنبتدي ان احنا نزقيها بالشرباط بتقيل بارد وده شكلها بعد ما استود وبالفة هنا وشوفها وده الروان بتاعتنا هنبتدي مرطعها كده شايفين شايفين مرملها ازاي من جواها خفيف وجميلة بالفة هنا وشوفها لحضراتكم ما تنسوش الاشتراك وتفعالوا الجرس ولايف علشان كل جديد ومتميز في مطبخ الامل المتميز ان شاء الله يوصل لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته